موسيقى موسيقى أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع هالبرنامج يلي نتعرف من خلاله على آخر الفعاليات والمؤتمرات والندوات يلي حصلت خلال هالأسبوع خليكم معنا موسيقى عقد فريق كيرف الخيري التطوعي فعالية للمواهب والتي تضمنت العديد من الفقرات مثل إلقاء الشعر والرسم وعرض للجنباز والغناء والتصوير وعرض مسرحيات وتوقيع كتب وروايات وزوايا للمشغولات اليدوية تفاصيل أكثر في هذا التقرير موسيقى إيمانا بقدرات الشباب الأردني وتقديرا لمواهبهم وإبداعاتهم في كافة المجالات قررت إدارة كيرف الجامعة أن تنظم يوما من أجل أن يعرضوا خلاله جزءا من مواهب الشباب المشاركون في فريق كيرف وتقديمهم فقرات متنوعة خاصة بالمسرح والشعر منه النبطي والموزون والفصيح في هذا الحفل الرائع الذي جمعنا في عدد من المواهب الشابة حولنا من خلال هذه المواهب بأن نركز على توصيل فكرة بأن شباب الأردن شباب موهوب يمتلك مواهب ولكن يحتاج إلى فرصة وفي حال إتاحة هذه الفرصة سوف يساهم في تسليط الضوء على كفاءاته من عدة مواهب متنوعة من الشعر والغناء والموسيقى والمسرح والفن المسرحية فلذلك ارتأت مجموعة كيرف بأن تقوم بمثل هذه المبادرة وحقيقة كانت مبادرة ناجحة ونتمنى أن تستمر بشكل دائم على مستوى المملكة وأيضا نشد على أيدي كل المواهبين في الأردن من الشباب والفتيات بأن يبادروا بالمشاركة معنا في كل ما نطرحه من فعاليات تصلت من خلالها الضوء على هذه الكفاءات الشبابية مهم جدا أن نحن نقوم بتبني المواهب الشبابية أو الشباب بشكل عام وهذه رسالة من جلالة الملك وجهها لنا كمسؤولين أو كأفراد في المجتمع الأردني بأن نسعد جاهدا في تبني هذه الكفاءات وتسليط الضوء عليها وأيضا العمل على سقلها وتطوير مهاراتها في حال احتاجت ذلك هذا وقد كانت هذه الفعالية بالتعاون مع منظمة غالكسي المجرة للتدريب ومسرح عمون وجاء ذلك التعاون من باب تقديم الدعم للشباب وتشجيعهم لعرض مواهبهم وخلق روح الثقة والإبداع لديهم نحن موجودين اليوم في مسرح عمون بالقيام بفعالية كيرب الجامعة وهي إدبراز لمواهب الشباب في الغناء وفي الشعر في التمثيل وفي جميع النواحي غالكسي قامت بإعطاء ندوة حول موضوع دعم المواهب تكنولوجيا وكيف نحن نقدر ندعم هذه المواهب على مواقع التواصل الاجتماعي وإنه يقدروا فيها الشباب يبرزوا مواهبهم بشكل أفضل طبعا في هنا إحنا الآن أقرب إيبنت كمان بسبعتاج ثلاثة حيكون ومن إن ديجيتال أو المرأة في قطاع التكنولوجيا وراح يكون لدعم المرأة في هذا القطاع بالذات منظمة غالكسي هي منظمة غير ربحية يتعنى بالتمكين التكنولوجي للشباب والنساء في الأردن وبالذات في المناطق الأقل حظا طبعا قمنا اليوم هو إيبنت المواهب بدعم من منظمة غالكسي للتدريب والمجرة وكان إيبنت عظيم ونحن نتمنى منكم ومن الجمهور أن يدعمنا في المواهب اللي جاي بإذن الله وبنشكر أكيد السلطات الإعلامية على دعمهم إلنا إعلاميا وشكرا للجميع حيث استطاع الشباب خلق جو من الفرح والتفاعل ما بين المشاركون والجمهور وإلقائهم قصائد الرثاء والحبة والعتاب وقصائد تحاكي الحياة والواقعة مستلهمين الإبداع من إصرار وعزيمة كل شاب أردني على ثرى هذا الوطن حريصين على أن يخلقوا دائما مكانا لهم ويحققوا إنجازا لنا مصرين على أن تكون بصمتهم كشباب أردني في كل مكان وزمن بدعوة من اللجنة التنصيقية الثقافية للهيئات المقدسية عقدت محاضرة بعنوان القدس عبر التاريخ عربية الجذور والحضارة والثقافة والمعالم والتي قدمها الدكتور عمر الغول والصحفية الأستاذ لميس البرغوثي لتأكيد على جذور تاريخ القدس عبر العصور المتعاقبة تفاصيل أكثر في التقرير التالي أنا أقبل هذا الكلام وهذا الكلام يقوله علماء التوراة الرسينون بتنظيم من اللجنة التنصيقية الثقافية للهيئات المقدسية أقيمت محاضرة تحت عنوان القدس عبر التاريخ عربية الجذور والحضارة والثقافة والمعالم لمقدمها رئيس قسم النقوش في كلية الأثار والإنثبولوجيا الدكتور عمر رول محاضرة اليوم التي تنظمها جمعية يوم القدس تتحدث عن القدس وعن تاريخها البعيد ما له وما عليه ما لنا فيه وما لعدونا فيه وثم تنتقل إلى الحديث عن أهمية المقدسات في القدس كيف ننظر إليها وتنبه المحاضرة إلى أنه من الضروري عدم فصل المقدسات عن السياق الاجتماعي الحضاري للمدينة ثم تنتقل المحاضرة في جزئها الأعظم إلى التنبيه إلى أهمية الأبعاد الاجتماعية والحضارية في المدينة وإلى أنها تمثل توثيقا صريحا واضحا للوجود العربي في المدينة من خلال عدد كبير من الوثائق التي وصلتنا منذ القرن السادس عشر تقريبا ستستعرض المحاضرة هذه الوثائق وتبين دلالتها وتبين أنها هي التي تمثل التاريخ الحقيقي للقدس الذي ينبغي أن نتمسك به وأن ندعو إليه وأن نطفي من أهميته على علاقتنا بالمدينة الوثائق هذه في الأغلب جاءتنا مع العهد العثماني الذي كان حريصا جدا على التوثيق لوجه عام فلدينا وثائق المحاكم الشرعية في فلسطين في القدس خاصة طبعا ولدينا وثائق سجلات الأراضي المسمى الطابو وهذه الوثائق تبين الحياة الاجتماعية من مواريث ومن شراء للعقارات وتبين أيضا الأراضي المشترى ومن هم أصحابها في القدس نفسها وفي القرى المحيطة بها المعطيات الرئيسية في المحاضرة تحدد العلاقة الخاصة للفلسطينيين والعرب بهذه المدينة وبتاريخها كما أكد المشاركون أن هذه المحاضرة جاءت بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بأن القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني ونقل سفارة بلاده إليها في هذه الفعالية الثقافية المقدسية التي تعقد هذا المساء في جمعية يوم القدس نسعى إلى استحضار الجذور التاريخية لمدينة القدس باعتبارها مدينة عربية التاريخ والحضارة والثقافة والتراث وفي كل معالمها نحن في معركة استراتيجية ووجودية في قضية القدس منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب منح المدينة المقدسة عاصمة للكيان الصهيوني أعتقد أن ملف المدينة المقدسة فتح ويجب أن يفتح لا أوسع نطاق ممكن باعتبار أن هذه المدينة مدينة عربية المبتدأ ويجب أن تكون أيضا عربية الخبر بمعنى أن الاحتلال الصهيوني يسعى إلى اختطاف المدينة المقدسة وتهويدها حتى بنصوص توراتية ولذلك على كل القوى والفعاليات الثقافية والفكرية والسياسية المقدسية والفلسطينية والأردنية والقومية العربية تتحدث عن القدس تاريخا وحضارة وتأكيد على عروبة القدس وأهميتها من النواحي كاملة أعتقد أهمية هذه المحاضرة تكمن في أن المتحدث دكتور عمر الغول سوف يتحدث عن المحاضرة من خلفية أكاديمية وهذا مهم جدا في صراعنا أو في تحقيق في صراعنا مع العدو لتثبيت حقوقنا لأن الخلفية الأكاديمية والعلمية في الحديث عن القدس بتاعة الزخم وبتاعة القوة وبتاعة منهجية في كيفية إدارة هذا الصراع هذه المحاضرة جاءت ضمن سلسلة من المحاضرات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي أقيمت في المملكة رفضا للقرار الأمريكي عقدت جمعية الطهاء الأردنيين فعاليات الحفل الخيري التطوعي والمنظم من نادي هوات المطبخ الأردني للسيدات تحت رعاية جمعية الطهاء الأردنيين بوجود خمسين طفل يتيم والهيئة الإدارية من جمعية الطهاء وكبار وشيوخ منطقة الوحدات تفاصيل أكثر في هذا التقرير بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني نظمت جمعية الطهاء الأردنيين بالتعاون مع جمعية مخيم الوحدات الخيرية حفلا تطوعيا للأطفال الأيتام في منطقة الوحدات جنوب عمان نحن اليوم هذا الحفل بمناسبة عيد ميلاد جلالة السيدنا حبينا ننظم حفل للأيتام أنه نجمع خمسين طفل يتيم نشاركهم نرسم على وجوههم البسمة تحت اسم نادي هوات المطبخ الأردني للسيدات وجمعية الطهاء الأردنيين إن شاء الله يعني هي أول مبادرة إلنا هاي مع السريب نحن يعني في كل رمضان بنعمل مبادرة مع الأيتام هاي المبادرة حاليا باسم نادي هوات المطبخ الأردني للسيدات قريبا رح نرتب كمان مبادرة مع أطفال متلازمة دون إن شاء الله العديد من الفعالية والفقرات من رقص وغناء وشعر تخللت الحفلة بهدف إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب أكثر من خمسين طفلا يتيما إضافة إلى توزيع العديد من الهدايا عليهم لتعزيز مفهوم الإنسانية والتكافل الاجتماعي إحنا اليوم أولا بمناسبة عيد ميلاد سيدنا العمر كله إن شاء الله وإن شاء الله بضلتاج على رأسنا كلنا إحنا اليوم عاملين يوم خيري تطوعي منظم من نادي هوات المطبخ الأردني للسيدات وجود السيدات الهواء وكمان رح يكون الإيفنت كله تحت رعاية جمعية الطهال الأردنيين وبوجودكم طبعا قناة الأردن اليوم أهلا وسهلا فيكم رح نعمل اليوم خيري تطوعي للأطفال بتخلل العديد من الفقرات من تزين الكوبكيك والشخصيات والرسوم والرقص وطبعا في توزيع هدايا ورح نشارككم كتير فقرات متعددة للأطفال تخصيص يوم لليتيمي يعد من أرقى الأعمال التي تستوجب الرعاية والاستمرار وهي فكرة إنسانية عظيمة تشعر اليتيم بالاهتمام وهذا ما سعت إليه جمعية الطهات الأردنيين للترفيه عن الأيتام وإشعارهم بأنهم محط رعاية المجتمع والناس هذه مبادرة رائعة الحفل الخيري شيء كثير كويس ندعم في الأيتام والناس اللي بنحتاجه وهي نعمة إنه الواحد يتابع هاي الأمور وبشكر الحفل هذا الرائع وأنا ضيف شرف فيه أنا كتير مبسوط إني أحضر هذا الحفل الدنيا لسه فيها خير وهي المبادرات كتير كويسة إنه الناس تتلاحم وتساعد بعضها لأنه إحنا فعلا بحاجة يعني بأي وقت إنه ندعم بعض مش بأوقات معينة وإن شاء الله يا رب الله يوفي الجميع على رغم من أن مرارة اليطمي لا يمكن أن تزول إلى أن تخصيص يوم للاحتفال باليتيم يعتبر خطوة رائعة تفتح الأفاق لتقديم الرعاية للأيتام وكفالتهم بشكل منظم ودون جرح مشاعرهم أو استفزازها أقامت جمعية الأعلام الهادف ندوة بعنوان الجريمة الإلكترونية وحرية التعبير في قاعة غرفة صناعة عمان وجاءت الندوة بهدف الارتقاء بمستوى المحتوى المنشور عبر وسائل الأعلام الاجتماعية بحيث تكون إيجابية في تعزيز التماسك الاجتماعي تفاصيل أكثر في هذا التقرير من أجل إعلام هادف ومتميز وللارتقاء بمستوى المحتوى الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي نظمت جمعية الإعلام الهادف ورشة عمل في غرفة صناعة عمان مساء أمس بحضور عدد من الصحفيين والسياسيين والأكاديميين نحن كجمعية إعلام هادف وجدنا أنه من الضروري تكون باكورة أنشطتنا وأول الفعاليات التي سنطلقها إن شاء الله لإشهار هذه الجمعية الحديث عن شيء له علاقة فعلا بالإعلام الهادف اللي هو أننا لا نستثمر أو نستغل الإعلام لإغتيال الشخصيات أو لابتزاز الناس أو لتخويفهم وترهيبهم أو لنشغل خطاب الكراهية فإحنا مع تجريم من يقوم بهذه الأمور لكن من ناحية أخرى ربما إحنا لازم نفكر في التعريفات وتوضيحي التعريفات الخاصة بالقانون أو بالتعديلات المقترحة على القانون مع التطور الكبير اللي بيصير في الإلكترونات خاصة أنه الآن الإعلام تحديدا في السوشال ميديا أصبح إعلام رديف إحنا بحاجة إلى التأكد من الخبر بحاجة إلى التحقق من المصادر المعتمدة وفي نفس الوقت لسنا بحاجة إلى سيف جديد يضاف إلى رقاب الإعلاميين تحديدا أو أن يكون فيه انتقاء بتطبيق القانون خاصة أنه التعريفات الخاصة مثلا بخطاب الكراهية فضفاضة وواسعة شوي فإحنا بحاجة إلى أنه نضع النقاط على الحروف إحنا مع تعديل القانون إحنا مع أن يكون اللي من يستغل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لأغراض غير صحيحة أن يعاقب لكن في نفس الوقت إحنا مع حرية التعبير ربما هذا محور الندوة بشكل عام والكل رح يتحدث من هذا المنطلق فيما يخص الجريمة الإلكترونية إحنا كلنا ضدها ضدها فيما يخص الهكار ضدها فيما يخص استغلال أنظمة المعلومات ضدها فيما يخص مثلا الاستغلال الجنسي في كل هذه الأمور حتى في بث خطاب الكراهية لكن أن لا تتحول مواد القانون والمواد المقترحة للتعديل على هذا القانون إلى سيف على رقبة الإعلاميين أو إلى تحديد لحرية الإعلام حرية الإعلام لازم تكون سقفة السماء مثل ما قال جلالة سيدنا ولازم كمان تكون حرية مسؤولية أو حرية مسؤولة في نفس الوقت بحيث أنه إحنا مرجعنا في كل هذا الموضوع عداتنا وتقاليدنا والذي هو مقبول عندنا مجتمعياً والذي مقبول عالمياً ما بنا نفصل قوانين خاصة فينا ترهب الإعلاميين أو تخوفهم منهم ينشر هذه الثقافة خاصة أنه السوشال ميديا بالفترة الأخيرة كان في بعض الأحيان متقدم على الصحافة وفي بعض الأحيان كان هو السبب في بعض التغييرات التي حصلت في نشر الأخبار اللي ممكن بعض الوسائل الإعلامية تتأخر في نشر هذه المعلومات وناقش المجتمعون مشروع قانون الجرائم الإلكترونية والذي يهدف إلى ضبط وسائل الإعلام الإلكتروني وشبكات التواصل الإجتماعي بما يتوافق مع التغييرات التي طرعت منعاً للاستخدام غير رشيد لهذه الوسائل إحنا إعلامنا يجب والحرية هي دائماً لا تتعارض مع حريات الآخرين ومع شخصيات الآخرين ولا يجوز أن تنتح للشخصيات طبعاً المحاور المتعددة لحرية الرأي والتعبير اللي بيعرفها ما تطور تطور المجتمعي اللي صار ظهر عنا وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل نقل المعلومات والسرعة في نقل المعلومات مما أدى إلى ظهور ظاهرة يعني ممكن تكون هي جيدة إذا استخدناها بشكل كويس لكن ممكن تكون ظهرة إذا استخدناها بشكل غير مناسب وغير لائق وهي بدأنا بنقل المعلومات بشكل عشوائي وغير مضبوط ولاحظنا بالآون الأخيرة أنه صار حتى اعتداء على الحريات يعني إذا أنا يجب أن أحمل حرية أو أنا كشخص أو كمواطن يجب أن يكون لدي حرية الرأي والتعبير ونقل المعلومات بس لا يتعارض مع حريات الآخرين فممكن يجي المشروع القانون ممكن يعني لوحظ فيه أنه في بعض البنود أنا تكفر الحريات لكن تغلض العقوبات في حال أنه أنا جاوزت جاوزت الحريات المسموحة إلي فأكيد إحنا كمجلس نواب إحنا بالعكس أنا من النواب اللي دائما وأبدا أنا بحترم الصحفيين وبحترم الإعلام جدا وبعتبر أنه هذه أداة أو سلطة رابعة هي من دورة أن تحسن وتجود وتعطي المخرجات الأفضل لمصلحة الوطن والمواطن رئيس هيئة المديريين بالجمعية المهندس موسى الساكت أكد أن الإعلام الهادف هو القادر على التأثير في الناس من خلال منظومة القيم كونه يرتكز على المبادئ والقيم الاجتماعية العليا وتعاليم الإسلام السمحة نحن طبعا عاملين هذه الندوة اليوم لتعريف المهتمين بموضوع الجريمة الإلكترونية خصوصا أنه كثرة المواقع الإلكترونية وخصوصا منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، تويتر، انستغرام أصبح الكل صحفي وأصبح الكل يحرر فهناك خيط رفيع ما بين الحرية التي أرادها جلالة الملك ويقول دائما حرية صقفها السماء وما بين التعدي على حقوق الطرف الآخر سواء بالدم أو سواء بالانتقاد أو سواء بالتجريح أو سواء بث العنصرية والكرهية فحقيقة آثرنا في جميع إعلام الهادف اللي زي ما قلت لك تركز على قيم المجتمع الأصيلي في موضوع التعريف بما يجوز ولا يجوز وخصوصا أنه تعريف المحرر أو الصحفي أو الناشر بشكل عام ما هي حدود حريته في المقابل اعتبر مراقبون وحقوقيون أن قانون الجرائم الإلكترونية يعد أداة بيد أصحاب القرار لتكميم الجسم الصحفي والإعلامي من جهة وتقليص مساحة الحريات التي يملكها المواطن على مواقع التواصل الإجتماعي من جهة أخرى مندوبا عن وزير التربية والتعليم افتتح أمين عام الوزارة الشؤولي الإدارية الأستاذ سامي صلايطة توسعة مدرسة حي أبو صياح الأساسية للبنات في لوائر صيفه بحضور السفير الكندي في عمان ونائب رئيس مكتب منظمة الكندية في المملكة تفاصيل أكثر في هذا التقرير في سبيل دعم التعليم والعمل على توسيع الدائرة التعليمية افتتحت وزارة التربية والتعليم مشروع توسيع مدرسة أبو صياح في لوائر صيفه في محافظة الزرقاء وبمنحة كندية وبحضور السفير الكندي وعدد من المسؤولين أمين عام الوزارة أكد أن العمل جار على توسيع 40 غرفة صفية في هذه المنحة في مختلف محافظات المملكة مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تحقيق الشراكة مع المؤسسات الخاصة سيدي حسب الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم أن الوزارة بحاجة إلى سعة 600 مدرسة خلال السنوات العشر القادمة للتخلص من الأبنية المستأجرة ونظام الفترتين وأيضا لتلبية معدلات النمو السكاني ضمن خطتنا له بناء 60 مدرسة سنويا التمويل من المنح والمساعدات الخارجية أو من خلال الموازنة يغطي تقريبا 60% من حاجتنا السنوية هنا كان لابد أيضا من نظر إلى أبواب تمويل أخرى لتأمين احتياجات الوزارة من الأبني المدرسية في هذا المجال الآن الوزارة تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص لبناء الأبنية المدرسية أو من خلال التأجير التمويل بالتشارك مع مؤسسة ضمان الاجتماعي بحيث أنه نقدر لبناء ببناء 660 مدرسة سنويا بحيث أنه نغطي حاجتنا خلال السنوات العشر القادمة بـ 600 مدرسة هذا المشروع هو عبارة البرنامج بناء 40 غرفة صفية بعدد من المناطق لتخفيف من الاكتظار بالغرفة الصفية وأيضا جاء ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية المشروع هو قيمته أكثر من 3 ملايين دينار هذا المشروع هو جزء منه قيمته تقريبا 340 ألف دينار أردني لبناء 14 غرفة صفية مع الوحدات الصحية السفير الكندي من جهته بيّن أن هذه المنحة تبلغ قيمتها 11 مليون دولار وتعمل يعدا بيد مع شراكاتها في تحقيق المساواة وتعزيز قطاع التعليم ضمن برنامج التنمية الكندي في المملكة كندا قدمت 11 مليون دولار ليس فقط لهذه المدرسة وإنما لثمان مدارس حكومية وهدفنا هنا تحسين بيئة التعليم العديد من المدارس هنا تعاني من الاكتظاظ ومن بيئة تحتية ضعيفة والهدف هو جعل هذه المدارس بحالة أفضل وآمنة ومناسبة للأطفال أبناء اللواء أشهدوا بعمل الوزارة وسعيها إلى تعليم أكبر نسبة من الطلاب مطالبين بتكثيف الجهود لتحسين منظومة التعليم والارتقاء بها انطلقت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلا في نقابة الأطباء والذي يعقد بالتعاون مع الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلا والجمعية الدولية لأمراض الكلا تفاصيل أكثر في التقرير التالي مع التقدم العلمي الذي وصل إليه العالم إلا أن البعض لا يدرك المفهوم العلمي لزراعة الكلا ولهذا عقدت الجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلا المؤتمر الدولي السادس عشر والمؤتمر الدولي الأول للرابطة الدولية لأمراض الكلا للأطفال وبحضور عدد من الأطباء المحليين والأجانب إنما يميز مؤتمرنا هذا العام هو احتضانه للمؤتمر الأول للرابطة الدولية لأمراض كلا الأطفال وحيث تتكافل جهود الأطباء من جميع القطاعات سواء كانوا من وزارة الصحة الخدمات الطبية الملكية الجامعات الأردنية مركز الحسين للسرطان والقطاع الخاص وإننا من هنا نشكر وجودكم معنا ونحن على ثقة أن نجاح مؤتمرنا هذا لا يكون إلا بتواجد نخبة متميزة من الأطباء الأكفاء والخبراء في أمراض الكلا من مختلف الدول العربية والأجنبية والشكر الجزيل لجميع داعي مؤتمرنا ومن هذه البقعة حيث تفصلنا أميال من قرة أعيننا فلسطين الحبيبة لا ننسى أن نقول أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية الحاضرون وبعد أن أنصتوا للمحاضرات أكدوا على ضرورة تكثيف مثل هذه المؤتمرات لدوعية المواطنين وللحفاظ على سلامتهم نحن بأمراض الكلا وتخصص الكلا أجمل شغلة نشتغلها هي إعطاء حياة جديدة لمريض الفشل الكلا واللي هي زراعة الكلا وبحب أبدأ بأن أول عملية زراعة كلا بالوطن العربي صارت في الأردن في عام 1972 نسبة نجاحها بالأردن تضاهي المراكز العالمية عالية جدا عنها وهي بتشكل نقلة نوعية لمريض بخضع لغسيل كلا ثلاثة أو أربع مرات بالأسبوع أنه بتعطيه حياة جديدة من غير هذا الغسيل منشجع الناس للزراعة وبطمنهم أنه المريض المتبرع بخضع لفحوصات كثير دقيقة ما رح نعرضه لأشي زي الآن أو بالمستقبل العائق دائما أولا تخوف ثانيا عدم وجود متبرع تطابقه مع المريض جيد النتائج رائعة جدا إذا كان فيه اختيار موفق للمريض المناسب والمتبرع المناسب يعني ما عنا إحصائيات دقيقة بس إحنا نصنف من الدول الأولى في نجاح العملية عددا مو من أوائل الناس عددا لكن في عنا نسبة كبيرة من المرضى بيخضعوا لعملية زراعة كلا بنجاح والنجاح لا يعني أول شهر وشهرين النجاح نسبة عمل هذه الكلا أول سنة وبعد خمس سنين وبعد عشر سنين رئيس الجمعية محمد غنيمات أشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو تبادل الخبرات والثقافة التي وصلت لها المملكة في هذا المجال والاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية رئيسة الجمعية العلمية لزراعة الكلا بيّنت أن المملكة لا تعد من الدول الأولى في الوطن العربي ولكنها تعمل جاهدة لتحسين هذه المنظومة في جميع القطاعات اتفق منتدون على ضرورة وجود آلية لتوثيق الرسومات الكاريكاتيرية باعتبارها شاهدا على التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي للشعوب جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز إمداد للإعلام وحملت عنوان إسهام الكاريكاتيري السياسي في مسيرة الإصلاح الأردنية تفاصيل أكثر في هذا التقرير بتنظيم من مركز إمداد للإعلام وبالتعاون مع مؤسسة كونكراد أدينور أقيمت ندوة حوارية تحت عنوان إسهام الكاريكاتيري السياسي في مسيرة الإصلاح الأردنية في الحقيقة أن وسائل التعبير الساخرة المختلفة لم تلقى الاهتمام الذي تستحقه في السابق مع أنها أسهمت بشكل كبير جدا في توعية المواطن وفي تعزيز مسيرة النهضة والتنمية في الأردن وقلنا من الواجب ومن الضروري أن نوثق لهذا الفن المهم واليوم سيكون معنا باحثون مختصون في هذا المجال بالإضافة إلى بعض فنني الكاريكاتير الأردنيين المعروفين الذين سيقدمون شهاداتهم حول هذا الموضوع ميزة فن الكاريكاتير أنه يقدم الفكرة بأسلوب قد يبدو مضحكا قد يبدو هزليا ولكنه يحمل الكثير من المرارة والكثير من الجدية كما قال الشاعر أنه ضحك ولكنه ضحك كالبكاء فالمهم أن الجلسة بالفعل تسلط الضوء على هذا المحور الساخن والمهم ونأمل في الحقيقة أن نستطيع أن نصدر مخرجات هذه الورشات المختلفة في كتاب كي يكون في متناول الجميع تعميما للفائدة ويعرف الكاريكاتير السياسي على أنه القدرة على تبسيط وبلورة الأحداث التي تحدث في الإطار اليومي لتكون مفهومة بسرعة وبطريقة تحقق الهدف المطلوب منها لهذا قدم كل من الرسام عماد حجاج والرسام ناصر الجعفري شهادتهم حول تجربة الكاريكاتير السياسي في المملكة الكاريكاتير المحلي أو اجتهادي كان فيه أنا حاولت أن أقدم لقطة ساخرة محلية أنا كما ذكرت لكم أحب الكاريكاتير متابع له أحب كثيرا رسومات الرواد الكاريكاتير الأردني كما تعرفون أولى الرسومات الكاريكاتيرية التي نشرف في الصحافة المحلية كانت بأواسط الستينيات القرن الماضي على يد رائد الكاريكاتير الفنان رباح صغير الله يرحمه المتتبع لرسومات رباح يجد فيها العمق الإختزال والتكثيف وربما لطبيعة الظرف السياسي في ستينيات وسبعيات القرن الماضي فرضت عليهم الاهتمام أكثر بالموضوع السياسي الإقليمي أكثر من موضوع المحلي في سبعينيات القرن ربما كانت لوحة الكاريكاتير المحلي اختربت قليلا نحو هموم الشارع صرنا نشوف الفنان سميع حسني الفنان محمود صادق الفنان جلال رفاعي يعني مع اعتمادهم أو تركيزهم على الكاريكاتير السياسي إلا أنه كان لهم إطلالة وحضور في الكاريكاتير المحلي ويمكن كان هذا أول ظهور الكاريكاتير المحلي العماني اللي ما زال الآن مستمره موجود واجتهادي أنا كان إنه قدمت شخصية أب محجوب الكاريكاتير اليومي الساخر بلقطة محلية عمانية زاخرة المدارس يعني كثيرة في الكاريكاتير منهم من يعتقد أن يميد الرسام إلى الاختزال والتكثيف البصري ضحك كالبكة وها نحن نصلط للضوء اليوم في جلستنا هذه حول موضوع الرسم أو الكاريكاتير الساخر ولعل هذا الفن هو من أقوى فنون التعبير وأكثرها قدرة على الوصول إلى قطاعات واسعة من الناس وأهم سماتي هي المواكبة اليومية لأوجاع المواطنين وتطلعاتهم ومن حقنا في الأردن أن نشعر بالفخر أن مسيرة الإصلاح التي يقوده صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم تحقق إنجازات مستمرة وتسير في الطريق الصحيح لما فيه خير الوطن والمواطن ونجد لزاما علينا في مركز إمداد للإعلام أن نقدم وافر الشكر والتقدير إلى مؤسسة كونرد إدناور الألمانية لدعمها وشراكتها معنا في إطلاق هذا المشروع الذي استطاع توثيق مساهمة فنون التعبير الساخر في تعزيز مسيرة النهضة والتنمية في بلادنا وتم خلال الندوة عرض فيلم حول تاريخ الكاريكاتير السياسي في المملكة لعدد من الرسامين وعرض مسرحي ساخر قرر أحد الأحزاب الأردنية إقامة يوم خاص للمسخمين تحت عنوان اليوم الوطني للمسخمين في إشارة إلى تصريح رئيس الوزراء هاني الملقي احتجاجا على رفع الأسعار والضرائب وتضمنت الاحتفالية رسومات وقصائد وأغاني وكلمات ساخرة ومعرضا للكاريكاتير وسكتشات مسرحية في مواجهة للسياسات التي فرضها الملقي ورفع الضرائب وغلاء الأسعار تفاصيل أكثر في هذا التقرير بعد كلمة رئيس الوزراء هاني الملقي بعدم وجود مسخمين في المملكة عقد حزب الأردن فعالية بعنوان اليوم الوطني للمسخمين وذلك لمواجهة قرار رفع الضرائب وغلاء الأسعار رئيسة الحزب رولا الحروب أشارت أن الهدف من هذه الفعالية لتثبت للحكومة بأن أغلبية المواطنين وفي كافة محافظات المملكة يعانون من قلة الموارد هذه رسالة لدولة الرئيس هاني الملقي اللي بيعتقد أن الأردن ما في مسخمين بمعنى ما في فقراء وطفرانين ومعوزين ومجيونين لا أنا بحب أصحح معلومات الرئيس بأن 70% من الأردنيين طفرانين ومعوزين ومجيونين وأوضاعهم تعبان جدا و30% مسخمين فعلا بمعنى كلمة العوز الشديد والفقر المدقع وبالتالي نحن نحكي هذه الرسالة لحكومة الدكتور الملقي وللحكومات التي سبقتها التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من حال رجيء التي راكمت المديونية والعجز ووضعتنا في حالة مستدامة من ارتفاعات الضرائب الضرائب الرسوم بدلات الخدمة في حين أن الأردن ليس فقيرا مواردنا ليست محدودة راتب المواطن الأردني يفترض أن يكون خمسة أضعاف راتبه الآن لو كان هناك إدارة حكيمة لإرادات الموازنة ولو كانت هذه الإرادات شفافة وتذهب في اتجاهاتها الصحيحة فعلا ولو كان هناك إدارة حكيمة للنفقات وترشيد للنفقات لما تقارير ديوان المحاسبة ابتحكي لك أن الهدر السنوي في موازناتنا يصل إلى ستمائة إلى سبعمائة مليون سنويا إذن نحن لسنا دولة فقيرة وأضافت لحروب أن التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة تثبت أن المملكة لا تعاني من الفقر وإنما من أشخاص نهبوا كل مواردها عندما كنت في مجلس النواب طرحت الثقة في حكومة انسور أربع مرات أولا لم أمنح الثقة بالأساس ثانيا أنا صاحبة المذكرة التي دفعت مجلس النواب إلى التصويت على طرح الثقة في الحكومة ثالثا طرحت الثقة مرتين إضافيات من خلال استجوابات وحدة في وزير الخارجية بسبب مطار تمنع وحدة في الحكومة كلها برئيسها على قلفية رفع أسعار المياه بالإضافة إلى ذلك أنا صاحبة أعلى عدد من الاستجوابات في مجلس النواب وصاحبة أعلى عدد من الأسئلة النيابية في مجلس النواب وأنا صاحبة أكبر عدد من المداخلات التشريعية في مجلس النواب يعني لم يبقى شيء كي نقاوم به هذه السياسات ولم ننتهجه ولم نفعله ولكن لست أنا من ينتخب النواب الذين يشكلون الأكثرية النيابية ويأتي بهم إلى قبة المجلس ليفشلوا كل حراك وطني تحت القبة اليوم رسالتنا موجهة للشعب الأردني لأنه ما عدنا نوجه رسائل لا للحكومة ولا لغير الحكومة الشعب الأردني عليه أن يصحوا عليه أن ينتخب الناس الأكفاء القادرين على أن يمثلوا فعلا وعليه أن يذهب باتجاه الأحزاب لأنه أي حكي غير الأحزاب هو حكي فاضي إذا ما كان المجلس القادم مجلس حزبي قادر على تشكيل أكثرية نيابية حزبية تشكل حكومة برلمانية لها رؤية سياسية اقتصادية اجتماعية واضحة المعالم تحصل على شرعيتها من صندوق من صندوق الاقتراع إذن إحنا حنستمر في تدهور إلى تدهور إلى تدهور وعنق الزجاجة اللي مرة بيحكوا عنه في 2015 ومرة في 2017 ومرة في 2018 ومرة في 2019 ومرة في 2020 وهم مش عارفين ولا عندهم أي مؤشرات إمتح يطلعوا من عنق الزجاجة وعنق الزجاجة هذا ما رح يصير عنق الزجاجة هذا رح يصير كلاب يقنقنا جميعا إن لم يتغير هذا الحال الحاضرون ومن مختلف المحافظة تأكدوا بأن دورهم هو الآتي ولن ينتظرون أي تحركا من النواب المنتخبين من قبلهم لأن كلامهم لا يثمن ولا يغن من جوعا قال مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه إن العلاقة التشاركية بين جهاز الأمن العام والمواطن أسهمت في الحد من الجريمة وتقليل من الحوادث المرورية والظواهر السلبية التي يرتكبها البعض تفاصيل أكثر في هذا التقرير المواطن ودوره في المنظومة الأمنية هذه كانت عنوان المحاضرة التي ألقاها مدير الأمن العام أحمد الفقيه في جامعة اليرموك لعدد من الطلاب والطالبات وبحضور العديد من المسؤولين في المحافظات الفقيه وبدوره أشار إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مرحلة عالية المستوى مقارنة مع دول الجوار مضيفا أنها قادرة على احتواء كافة المشاكل لتمر بها المملكة والشباب هم الشريح الأهم والأكبر في هذا المجتمع هم عماد المستقبلي وبناتهم عليهم تعلق الآمال في مستقبل واعد خير بإذن الله هذا اليوم هو ليس محاضرة ستلقى من مسؤول في جهاز الأمن العام إلى أبناء الوطن هذا لقاء أخوي صريح مفتوح نتناقش فيه نتذاكر ليس كمؤتمر صحفي ولكن ليسمع منا كل مننا الآخر وجهة نظره وهل لديه أي أفكار بناء حتى نعمل معا لتطوير هذا الجهاز الفتي الفتي بمعنى أنه قابل للتطور والتحسن بشكل يومي ليس جهازا جامدا وضعت قوانينه وتعليماته منذ تأسيس الدولة الأردنية التي نعتز جميعا بأننا نلتمي لها ولقيادتها الهاشمية إن كل قول يصدر عن جلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هو دليل عمل لنا ونعتبره نبراسا نلتزم بتنفيذه حتى نحقق الرؤى الملكية السامية مدير العلاقات العامة في المديرية أكد أن هذه المحاضرة تأتي ضمن جهود الإدارة لإيصال عملية الأجهزة الأمنية وكيفية إدارتها وتوعية المواطنين لكونهم العنصر الأهم في المملكة لقاء عطوفة مدير الأمن العام لهذا اليوم في جامعة اليارموك هو جزء من سياسة مديرية الأمن العام الرامي إلى تفعيل التواصل بين جهاز الأمن العام وكافة الفعاليات المجتمع أنت تعلم أنه لا يمكن لجهاز الأمن العام أن يؤدي دوره بالوسائل التقليدية من غير تعاون كافة شرائح المجتمع لذلك هذا اللقاء اليوم هو جزء من تفعيل الشراكة الحقيقية فيما بين جهاز الأمن العام وفيما بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية ليكونوا أكثر فاعلية في منظومة الأمن والاستقرار في المجتمع هذا اللقاء لهذا اليوم استمر لأكثر من ساعتين وكان هناك حوار بناء وهادف هناك أيضا أسئلة كانت ذات مستوى متميز وتعكس حب المواطنين والطلاب إلى جهاز الأمن العام وتعكس انتمائهم لوطنهم أيضا وتعكس الدور الهام الذي يقومون به حقيقة في منظومة الأمن والاستقرار في المجتمع الطلاب والطالبات الحاضرون أشادوا بعمل الأجهزة الأمنية مشيرين إلى ضرورة العمل التشاركي وسماع أفكارهم في مختلف المجالات افتتحت منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أول مكتب للتشغيل في مخيم الأزرق للاجئين بالأردن وأقامت مفوضية الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية المركز في مخيم الأزرق لتوفير تصاريح عمل رسمية للاجئين السوريين تفاصيل أكثر في هذا التقرير في مخيم الأزرق أكبر مخيمات اللجوء السورية في الأردن مساحة الجاتيم في لواء الأزرق شرقية العاصمة عمان لشانت منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبالتنسيق مع الحكومة الأردنية وبدعم من الحكومة الهولندية مكتب توظيف يسهل وصول اللاجئين المقيمين في المخيم إلى فرص عمل في السوق الأردني يعني أكبر تحدي كان هو اعتباد النصب يأتي افتتاح مكتب التوظيف هذا ضمن جهود المملكة الرامية إلى تنفيذ ميثاق الأردن الموقع في لندن قبل عامين تقريبا والذي يهدف إلى خلق مائتي ألف فرصة عمل للاجئين السوريين في الأردن تم توفير تسعون ألف وظيفة منها إلى وقتنا هذا في مخيم الزعتر وغيره وبقي أكثر من النصف اتسعى الحكومة إلى إكمال توفير الفرص بشراكة معه من نظمة العمل ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحن اليوم بحفل افتتاح مكتب تشغيل الأزراء واللي رح يقدم خدمات التشغيل للاجئين السوريين القاتنين في المخيم وخدمات التشغيل تتضمن اللي هي ربطهم مع فرص عمل خارج المخيم سواء في قطاع الزراعة الإنشاءات القطاع الصناعي والخدمات طبعا هذا المكتب رح يكون بالتعاون مع المفوضية العليا شؤون اللاجئين سيسمح تصريح العمل لصاحبه التنقل داخل المخيم والخروج منه كما وسيتيح التصريح لحامله فرصة الخروج من المخيم لمدة شهن واحد كل مرة كما وسيساعد حامله من الحصول على فرص عمل في أي مكان داخل الأردن ضمن قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات أن تحول اللاجئ من شخص يعتمد على المساعدات إلى شخص منتج في المجتمع المضيف هو أمر جدا مهم بيستعيد كرامته وثقته بنفسه وبصين حياته وعائلته بالإضافة لأنه بيكون عنصر فعال في خدمة الاقتصاد الأردني الأردن يعني اقتصادها أجهد كثير من أزمات اللجوء اليوم لعل مثل هذه المبادرات سد شيء من الجميل بأن يكون هؤلاء اللاجئين منتجين وخادمين للأردن أقيم على هامش الافتتاح سلسلة من معارض التوظيف الساعي إلى تقريب أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية من مختلف أنحاء المملكة من القوى العاملة داخل المخيم إذ شاركت في أرويقة المعرض 24 مؤسسة وشركة قدمت أكثر من 850 وظيفة شغيرة في عدة مجالات أنا هنا بالمخيم من 2014 تقريبا اشتغلت في أول إشي ممكن في ثلاث شهور أو شيء بعدين قعدت سنة ونص سنتين بدون شغل بعدين إجت منظمة العمل الدولية مع المساعدة مع الانفوضية السامية والسلطات الأردنية مراقبون ومحللون قالوا بأن مثل هذه المعارض قد تتري سوق العمل الأردنية بالقوى العاملة وقد تعمل على رفضها بأصحاب الخبرات والكفاءات في المجالات المتاحة ليصار إلى مجتمع مضاف يعيل نفسه بنفسه اعتبر مراقبون تجشين مكتب العمل هذا في مخيم الأزرق خطوة مهمة في طريق تنفيذ المثاق الأردني الساعي إلى خلق 200 ألف فرصة للاجئين السوريين في الأردن بهدف انخرط اللاجئة في سوق العمل الأردني وتبنيه أي لاجئة فكرة الاعتماد على ذاته لانتظار المساعدات من مخيم الأزرق للاجئين السوريين إسماعيل السيلاوي لقناة الأردن اليوم ولهون مشاهدينا من كون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج الأردن في أسبوع على أمل نشوفكم الأسبوع الجاي بنفس الموعد بحلقة جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر